أعاقت الألغام الأرضية التي زرعها مسلحو تنظيم داعش من تقدم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي في الجيب الأخير للتنظيم على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور شرقي سوريا وافد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بأن القوات التي يشكل الأكراد عمودها الفقري تتقدم بشكل حذر نتيجة الألغام التي زرعها مسلحو داعش في محيط الجيب الخاضع له وهو قرية البغوز آخر موطئ قدم للتنظيم في سوريا مع بقاء جيب أصغر في بدية دير الزور وحمص